بتأخير تنفيذ المقرارات القضائية والامتناع عن تنفيذها لسيدات وسادة النواب محترمين دائما من فريق العدالة والتلمية تضي سيد النائب المحترم شكرا سيد الرئيس سيد الوزير كلنا نعلم أن تحقيق العدالة يرتبط ارتباطا وثيقا بتنفيذ أحكام المقرارات الصادرة عن محاكم الملكة وذلك طبعا تحقيقا واحتراما لهبة القضاء وإنصافا للمواطنين المتقاضين إلا أن هذه الأحكام وهذه المقرارات تستضموا بظاهرة الامتناع عن تنفيذ وتأخير كذلك عن تنفيذ وهذا يمس طبعا بهبة القضاء كما يمس بحقوق ومصارح المتقاضين لذلك نسألكم سيد الوزير عن الإجراءات التي تختموها لتجريم هذه السلوكات تحقيقا لهبة القضاء شكرا جزيلا على إطارة هذا الموضوع الهم والذي يحضر بأهمية كبيرة في استراتيجية عمل الوزراء عقدنا اجتماعا تنسيقيين يومي 4 و 5 يوليوز 2017 مع مختلف القطاعات الحكومية لحصر الملفات التنفيذية واقترح السياغ الممكنة لحلها مع وضع جدولة زمنية لتصفية المخلفة منهم أصفر الاجتماع عن حصر الملفات التنفيذية وانطلقت بكل محاكم الملكة حملة لتصفية المخلفة من الملفات التنفيذية انطلقت يوم 17 أكتوبر الجاري وستستمر إلى نهاية السنة المجهود الذي بدي لهذه السنة أعطى عدة مؤشرات رقمية خلال هذه الأشهر الأولى من سنة 2017 في التسعة الشهر الأولى بلغت نسبة الملفات المنفدة بالمحاكم التجارية 86.74% ومعدل يعدل 27.556 ملف بالمحاكم الإدارية بلغت نسبة 75.92 أي 4684 ملف بلغ مجموع المبالغ التي تم تنفيذها في مواجهة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات التربية خلال نفس السنة خلال نفس الفترة أي 19 سنة 2017 مليارين وستة مئة وستة وتسعون مليون وتسعة وتلاتين ألف أربعمية وتسعين درهم وتسعين سنتيم أما بنسبة المحاكم العادية فقد بلغت نسبة التنفيذ خلال النصف دي السنة الأولى 94.95% أي مية وجوج ملفات وتممية وتسعين سنتيم بالنسبة للشوق الثاني من السؤال المتعلق بالإجراءات التي قامت بها الوزارة الذي جريم الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو التأخير فيها نشر إلى أن مقتضيات القانون الجنائي تضمنت مجموعة من الجرائم والعقوبات ذات صلة بهذا الموضوع نذكر منها جنحة تحقير المقرارات القضائية سواء بالأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء الفصل 206 من القانون الجنائي كذلك جريمة العصيان المنصوص عليه الفصل 208 إلى أخيره وفي المشروع القانون الجنائي سنجيبه عدد شكراً سيد وزير شكراً سيد وزير انتهى الوقت تعقيم لسيد نائب محترم لكم بكلمة شكراً سيد الرئيس شكراً سيد الوزير بداية لا بد لنا أن نفتخرى بأننا مع حكومة الأستاذ عبدالإله بن كيران قد ربحنا خريطة واضحة لمعالم لإصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة ربحنا تأهيلاً وتتميناً وتحديثاً ورقمة لمختلف المحاكم لكن بين هذا وذاك ما زالت هناك مشاكل كثيرة ونذكر على سبيل المثال الامتناع والتأخر في التنفيذ ملفات شركات تأمين سيد الوزير حتى التنفيذ الجبري عن طريق الحجز لدى الغير الذي كنا نمارسه لم يعد متوفراً للمواطن التنفيذ في قضايا النفق والأحوال الشغصية والتي لها طابع معيشي الشكايات إهمال الأسرة تتأخر كثيراً الملفات الاجتماعية كتأخر في التنفيذ سيد الوزير حتى يفاجأ العامل من بعد 31 سنة إلى 25 سنة دي العمل بأن هذه الشركة إما أنها سدت وإما أنها بقات بنفس الأطر الإدارية ولكن غيرت الاسم ديالها المؤسسات العمومية والشبه العمومية والإدارات والوزارات سيد الوزير راه منك كل مواطن العادي عنده ملف ديال الكرة ولا ملف ديال مخالفة لبناء كان باشروا عليه جنحة تحقير المقرر القضائي ولكن المؤسسات العمومية التابعة للدولة عندها المليارات وعندها الملايين لفائدة المواطنين وصاحب الجلالة في الخطاب الملكي أمام هذه الغرفة 16 أكسوبر 2016 قال بأنه بالنسبة للملفات نزع الملكي يجب أن تعوض بالوقت المناسب وبالتمل المناسب شيء لم يتحقق في مستوى الأرض الواقع وشكرا شكرا لكم سيد نائم محترم هل هناك من تعقيب؟